أبو داود هو سليمان بن الأشعر في السجستاني فهو صاحب الإمام أحمد وله كتابه السنن الذي عني به من قبل علماء عناية تامة وعمدة الفقهاء عليه على كتابه السنن فإن سنن أبي داود قد ضمن فيها رحمه الله أحاديث الأحكام ولذا فغالب أحاديث الأحكام موجودة في سنن أبي داود وقد شرحه كثير من العلماء وعلقوا عليه حتى إن ابن القيم رحمه الله له كتابه تهذيب السنن ومراده سنن أبي داود والخطاب له أليه تاليقات وغيره من العلماء وله المراسل فهذا الإمام رحمه الله قد نفع الله عز وجل به الأمة لهذا البن الذي هو أشرب الهنون وهو علم الحديث